موسيقى عشية انتخابات حاسمة ترامب وبايدن في جورجيا لدعم مرشاح حزبيهما لمجلس الشيوخ واشنطن تندد بتخصيب ايران لليورانيوم وتعتبره ابتزازا دوويا وتطالبها بالافراج الفوري عن ناقلة الكورية التي احتجزتها صباح اليوم الجهود الامريكية الكويتية تفضي الى اتفاق مصالحة بين السعودية وقطر وكبير مستشري البيت الابيض يحضر القمة الخليجية غدا العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش الخامسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار امريكا والعالم اهلا بكم يتواجد اليوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية جورجيا لدعم مرشح حزبيهما عشية انتخابات حاسمة لمقعدين في مجلس الشيوخ ستكون لها اهمية كبرى بالنسبة لبداية ولاية الرئيس الديمقراطي الجديد الانتخابات تأتي وقت لم تنتخب جورجيا اي ديمقراطي لمجلس الشيوخ منذ عشرين عاما وفي حال فوز مرشحي الحزب الديمقراطي فان ذلك سيمنح الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الفوز في مجلس نواب ما يطلق يد بايدن الديمقراطي في واشنطن وعلى الورق يخوض الجمهوريون المعركة من موقع قوة غير ان الديمقراطيين يؤمنون بحضوظهم مستندين الى ذلك بفوز بايدن في الولاية ما شكل سابقة ايضا في جورجيا منذ عام 1992 انتخابات حاسمة تشهدها ولاية جورجيا الثلاثاء كونها ستحدد ايا من الحزبين الجمهوري ام الديمقراطي سيسيطر على مجلس الشيوخ هذه انتخابات اعادة لعدم حصول اي من المرشحين على خمسين في المائة من الاصوات خلال انتخابات نوفمبر الماضي وفيما يمثل تأكيدا للاهمية السياسية لهذا السباق الانتخابي يزور الرئيس الجمهوري ترامب والرئيس المنتخب بايدن الولاية اليوم لدعم مرشحي حزبيهما انتخابات مهمة امامنا ستحدد سيطرتنا على مجلس الشيوخ هذا واذا فاز اي من عضواء مجلس الشيوخ الجمهوريين ديفيد بيردو وكيلي لوفلر او كلاهما فسيحتفظ الحزب الجمهوري باغلبية بسيطة في المجلس وهو ما يتيح له حق الاعتراض على طموحات بايدن اما اذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين فستتساوى الكفتان وسيكون الصوت الفاصل بين الحزبين لنائبة الرئيس المنتخبة كاميلا هاريس وينافس الديمقراطي جون اوسوف منتج الافلام الوثائقية على مقعد بيردو في حين ينافس القس رافايل وورنوك على مقعد لوفلر وكان فوز بايدن باغلبية بسيطة من اصوات الناخبين في جورجيا في نوفمبر اول فوز من نوعه في الولاية لمرشح ديمقراطي للرئاسة على مدى جيل كامل واستكمل هذا الفوز تحول الولاية من معقل للجمهوريين الى ساحة مفتوحة لمنافسة ضارية ولاية جورجيا كانت قد ثبتت فوز بايدن بالانتخابات في نهاية ديسمبر الماضي بعد اعادة الفرز مرتين وبفارق 12 الف صوت عن الرئيس ترامب وهي نتيجة رفضها ترامب وطلب في اتصال هاتفي سرب السبت من مسؤول الانتخابات في الولاية براد رافسنبرغر العمل على قلبها قبل التصويت المقبل على نتائج المجمع الانتخابي يوم الأربعاء التي أعلن مشارعون جمهوريون عن نيتهم تحديها ورأت نائبة الرئيس المقبلة كاميلة هاريس أن ما قام به ترامب هو استغلال فاضح للسلطة هذا وندد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون بالاتصال وفي تطور لافت حذر وزراء دفاع سابقون من ديمقراطيين وجمهوريين من مخاطر زج المؤسسة العسكرية في الخلاف حول الانتخابات وذلك ردا على دعوة مايكل فليم مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ ودعوة الجيش إلى عقد انتخابات جديدة وقالوا في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الانتخابات الأمريكية والنقل السلمي للسلطة هي علامات مهمة للديمقراطية الأمريكية وأنه يجب أن لا يكون هذا العام استثناء ومن مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا يطلعنا مرسلنا رابح في لالي عن أجواء المعركة الانتخابية رابح ما هي آخر التفاصيل لديك؟ آخر التفاصيل المتوفرة الآن جو أنا أقف الآن في المكان الذي يقيم فيه الرئيس المنتخب جو بايدن تجمعه الانتخاب الأخير بالنسبة للديمقراطيين في نهاية مساء هذا اليوم قبل موعد التصويت بالنسبة لبايدن وهريسة التي كانت هنا أيضا في ولاية جورجيا طيلة يوم أمس بالنسبة إليهم أنهم الآن أمام فرصة تاريخية لإعادة تأكيد ذلك الفوز الذي كان قد تحقق لبايدن قبل شهرين من الآن هنا عندما أحدث ذلك الاستثناء وفاز رئيس ديمقراطي بولاية عادة وتاريخيا هي ولاية جمهورية بيندياس الديمقراطيون يعتقدون أن هناك أسباب كثيرة للتفاؤل بهذا المتغير والفوز بالمقعدين في الولاية أولوها استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم ولو أنه ذلك التقدم الطفيف للمرشحين الديمقراطيين على حساب المنافسين الجمهوريين والأمر الآخر الذي يعتمدون عليه يتعلق بذلك النصر الذي تحقق في الانتخابات الرئاسية فيما وصف بأنه واحدة من مفاجآت الانتخابات الأخيرة الكبيرة والأمر الثالث الذي يقول به الديمقراطيون هو ذلك التغير الكبير في القاعدة الانتخابية بالولاية وحتى في التركيبة السكانية التي تشكل الولاية حاليا لكن هناك أمر آخر جو يتعلق بتلك المصاريف الهائلة التي أقدم عليها الحزبان سواء الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية السلطات المسؤولة على الانتخابات هنا في ولاية جورجيا تتحدث اليوم عن رقم بلغ الخمسمائة مليون دولار مصاريف الدعاية الانتخابية القنوات التلفزيونية والإدعية المحلية لا تتوقف فيها إعلانات الدعاية على مدار الساعة هذا بالنسبة للديمقراطيين جو بالنسبة للجمهوريين ينطلقون من قواعد مختلفة تماما يعتقدون أن جورجيا لا يمكن أن تخالف ذلك التقليد الذي دأبت عليه وهو أنها لم تصوت في مجلس الشيوخ للديمقراطيين قبل عشرين عاما وذلك يستبعدون إمكانية حدوث التغيير ثم هناك إضافة أخرى أنهم بنوا كل استراتيجية الانتخابية في هذه الحملة عقب الشهرين الأخيرين على أساس أن تأكيد فوز الديمقراطيين هو تسليم الولايات للمتحدة لليسار بشكل كامل بكل ما يشكل ذلك من خطر على القيم الأمريكية وأسس الدولة الأمريكية التي يؤمن بها الأمريكيون جو رابح فلالي من أطلنطا شكرا على هذه الرسالة طبعا انطلاقا من كل هذه المعلومات التي حدثتنا عنها سننتقل الآن إلى ضيفين لمزيدنا المعلومات من العاصمة الأمريكية واشنطن معنا رافي بيري رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة هاورد إضافة إلى الأستاذ إيلاي برامير السراتيجي في الحزب الجمهوري يحدثنا عبر شبكة سكايب من ولاية كولورادو أبدأ معك أولا أستاذ رافي هذا الصباق في جورجيا طبعا سيحدد أي حزب سيسيطر على مجلس الشيوخ إلى أي مدى برأيك سيسمح هذا الموضوع للرئيس المنتخب أن يسن أولوياته التشريعية ولكن إذا خسر المرشحان الديمقراطيان أعتقد أن المهم جدا أن يجد الديمقراطيون طريقة للفوز في جورجيا وإذا كان لديهم أي أمل في الفوز هناك فربما يكون هذا نهاية اليوم في الكونغرس الكونغرس يعمل على أساس الأغلبية في مجلس النواب والديمقراطيون يسيطرون والأغلبية في مجلس الشيوخ وأي فرصة لإعتماد أي مشروع قانون يجب أن يكون هناك إجماع أو أغلبية في المجلسين الديمقراطيون سيعودون إلى ما كانوا عليه في آخر ست سنوات من رئاسة أوباما لو لم يفوزوا حيث ميتش مكونل كان قويا في الإظهار بأن لا شيء يمكن للديمقراطيين أن يحققوه وهذا اختبار حقيقي للديمقراطية ولإرادة الناخبين في جورجيا لأن لديهم الفرصة في تحديد النبرة التي تسير عليها البلاد من ناحية قدرة الديمقراطيين على الإنجاز في الكونغرس أي شيء إذا استطاعوا أن يفوزوا فهذا سيكون تاريخيا لأن هذه ستكون أول مرة ينتخب فيها إثنين ديمقراطيين في ولاية جورجيا في التاريخ الحديث ونائبة الرئيس هاريس بالتأكيد إذا كان هناك مسواف عدد المقاعد هي التي سيكون لها الصوت المرجح وفي هذه الحالة سيتغير أو تتغير السيطرة على مجلس الشيوخ وهناك الكثير من المشاريع التي تحظى بدعم الديمقراطيين وليس الجمهوريين أستاذ إيلاي إيلاي ماذا برأيك خسارة ترامب في هذه الانتخابات وفوز بايدن بالانتخابات سيؤثر أو أثر على نتيجة الانتخابات التي تشهدها جورجيا أعتقد أن هذا سيكون له تأثير لن نعرف إلا بعد إغلاق أماكن الانتخابات الانتخابات ستكون تاريخية لا أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين يصوتون ضد المرشحة هناك احتمال أن الأمريكيين غير راضين ويريدون حكومة منقسمة على ذاتها لا أعرف أي اتجاه ولكن الانتخابات ستكون متقاربة وممكن أن الناخبين غير الراضين يقولون نحن غير سعداء باختيار الرئيس وربما يختارون الجمهوريين أيضا ربما يكون هناك بقايا من الديمقراطيين الذين يرجحون الأمور أعتقد أن الانتخابات عالقة في الهواء وكما قال الضيف الانتخابات مهمة ولن تكون لدينا فكرة عما يفكر فيه الناخبون إلى حين إغلاق صندوق الاقتراع أستاذ رافي كما هو معلوم جورجيا لم تصوت لأي ديمقراطي أوصلته إلى مجلس أشيوخ منذ أكثر من عشرين عاما ما الذي يتغير الآن أو ما الذي ممكن أن يتغير من هو الشخص الذي يدفع الآن الناخب إلى التصويت وتغيير جورجيا من اللون الأحمر إلى الأزرق التغير الديمغرافي تغير في جورجيا هناك المزيد من السود واللاتين والآسيويين أكثر من أي وقت مضى أيضا هناك تعدد في الطبقات والثقافات ليس فقط في المدن وإنما في الضواحي وفي البلدات القريبة تقليديا كان هناك الكثير من الأصوات المحافظة من الريف وتؤثر على المراكز الحضرية ولكن نتيجة للتغير الديمغرافي في آخر عدة عقود وكما رأينا هذا الوضع تغير في أماكن مثل أتلاندا وآثينز وسافانا وأماكن أخرى كل هذه المدن والمدن الطلابية كلها حفزها مواضيع الساعة وأيضا كان هناك تمكين من ناحية إعادة إحياء تحالف أوباما في ولاية جورجيا حيث أناس من مشارب الحياة المختلفة التأموا سويا في استطلاعات الرأي نرى أن الناخبين الذين لم ينتخبوا في نوفمبر شبان كانوا أقل من ثمانية عشر هؤلاء كانوا يسجلون للانتخاب وهذه ستكون أول انتخابات لهم ويشعرون بالإثارة هذا الشيء كان مثيرا للاهتمام في جورجيا وتطلب الأمر عقد من الزمن لحدوثه لكن بصورة أساسية التغير الديمغرافي والعمل مع القاعدة الانتخابية والمنظمات الديمقراطية وإخراج الأصوات ربما هذه واجهت بعض الخطاب الجمهوري المحافظ خاصة من المجلس التشريعي إذن هذا غير الحياة وربما غدا ربما يكون هناك نصر للديمقراطيين في المقعدين هل أو هذا احتمال كبير نتيجة للتغير الديمغرافي أستاذ إيلاي لماذا يقال بأن هذا سباق الانتخاب في جورجيا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد في الولايات المتحدة لماذا هذا يعني التذكير والاهتمام بهذه المعركة لو سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ فنائبة الرئيس المنتخبة كاميلا هيريس لها الصوت المرجح واضح أن لديهم القدرة على الأقل نظريا لدفع باتجاه المسائل المالية لا أعتقد أنني أرى هذا لأنه حتى لو الديمقراطيون لديهم الأغلبية إلا أن حقيقة الأمر أن الديمقراطية فيها بعض الفوضى والسيناتور كيلي سيواجه انتخابات قاسية بعد سنتين في أريزونا وشومر سيواجه الصعوبة في إعداد تحالف ورأينا هذا في مجلس النواب ورئيسة مجلس النواب بلوسي واجهت أوقات عصيبة لأن الجناح اليساري والوسطي للديمقراطيين لا يتفقون فيما بينهم أنا غير متأكد أننا سنرى تأثير كبير على الاقتصاد أستاذ إرافي هل توافق رأيه هل لن يكون هناك أي تأثير على الاقتصاد كي أكون واضحا أي قيادة أو تغير جديد في القيادة سيكون له تأثير على الاقتصاد هذا مهم كي نوضح للمشاهدين أن مؤسسات الحكومة الثلاثة ستؤثر على الاقتصاد بالطبع الكونغرس والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي إلى حد ما ولكن بصورة أساسية الجهاز التنفيذي والرئيس وطبعا الوزراء ووكلاء الوزارات والموظفين في البيروقراطية هؤلاء يحركون الاقتصاد كي أكون منصفا لأي رئيس سوى الاقتصاد جيد أو سيء الرئيس في السلطة يعزى له الفضل إذا كان الاقتصاد جيدا ورأينا ترامب يفعل ذلك على سبيل المثال الجزء الأول من ولايته كان واضحا أن بعض الاقتصاديين المحافظين قالوا أنه كان يركب موجة اقتصاد أوباما في أول سنتين هذا ما يفعله الجميع وهذا له علاقة بالكونغرس عليهم أن يعتمدوا مشاريع قرارات رئيسية تؤثر على الاقتصاد وأيضا هناك حاجة لتحسين البنية التحتية الطرق والكباري لأننا نعيش في قرن مختلف بالمقارنة مع بعض الدول المتطورة نعم إذا كانت هناك أغلبية بسيطة 50-50 مع كاميلا هيرس نائبة الرئيس المنتخبة تدلي بالصوت المرجح سيكون من الصعب أن نعتمد تشريعات رئيسية لأن هذا يتطلب من الجميع أن يكون على نفس الصفحة تعلمنا دروس من 2009-2005 حيث ماطلوا في اعتماد الكثير من التشريعات التي أرادتها الإدارة خاصة في مجال الرعاية الصحية ولكن حقيقة الأمر أن هذا غير محتمل حتى لو كانت هناك سيطرة ديمقراطية على مجلس الشيوخ لأن هذا يتطلب جمع أطراف الحزب سويا وهذا لم يحدث تاريخيا أيضا هناك الطبيعة الاستقطابية الموجودة في البلاد والناس ربما يكونون مستعدين للتوحد بالنسبة لبعض القضايا الاقتصادية الرئيسية الأستاذ رافي بيري رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة هاورد والسراتيجي في الحزب الجمهوري الأستاذ إيلاي برامر من كولورادو شكرا جزيلا لوجودكما معنا اشتركوا في القناة بفارق سبعة أصوات فازت نائب ديمقراطية نانسي بيلوسي للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس النواب الأمريكي وجاء التصويت في ختام تأدية الأعضاء الجدد في مجلسي النواب والشيوخ لليمينة دستورية وفي وقت تعيش فيه الولايات المتحدة جدلا متصاعدا بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية على ضوء نتائج الانتخابات العامة التي جرت شهر نوفمبر الماضي دخل الكونغرس الأمريكي بغرفتيه نسخته السابع عشر بعد المئة بتأدية النواب الجدد من الحزبين الكبيرين لليمين قبل الوصول إلى مرحلة التصويت على منصب رئيس مجلس النواب والذي فازت بهم مجددا النائب الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي كل صباح في هذه الغرفة نؤدي القسم على أن نكون أمة واحدة أمام الله لا ننقسم ونسع إلى الحرية والعدالة للجميع كل صباح على الكونغرس أن يعمل وفق هذا ومن أجل ذلك سنؤسس مجلسا من الحزبين لمحاربة الفوارق الاقتصادية وتحقيق النمو بما يمنع الشك في الوعد الأمريكي بتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وبالنظر إلى استمرار سيطرة الديمقراطيين على أغلبية مجلس النواب فقد كان متوقعا أن تفوز نانسي بيلوسي بالمنصب لولاية ثانية على التوالي والثالثة منذ 2007 بالرغم من بعض الغيابات في أوسط مؤيدها من النواب الديمقراطيين بسبب جائحة كورونا وامتناع بعضهم عن التصويت أو التصويت ضدها وعرفت نانسي بيلوسي بمعارضتها الشديدة لسياسات الرئيس ترامب ما أدخلها في مواجهات كثيرة بعضها أثر الكثير من اللغط مثل تمزيقها لنسخة من خطابه في الكونغرس في الغرفة العليا من الكونغرس أو ما يعرفه بمجلس الشيوخ أدى ستة أعضاء جدد اليمين أمام نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بوصفه قانونا رئيس مجلس الشيوخ العملية تمت بأسرع وتيرة وأبقى بمقتضاها الجمهوريون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ بفارق صوتين فقط إلى حين ظهور نتائج انتخابات وعرفة انتماء الفائزين بالمقعدين المتبقيين ويولي الحزبان الجمهوري والديمقراطي اهتماما كبيرا بالسباق الانتخابي في جورجيا للظفر بمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ بعد أن فشل المترشحون الأربعة في تجاوز حاجز الخمسين في المئة في انتخابات نوفمبر الماضي أن تكون عضوا في الكونغرس الأمريكي السابع عشر بعد المئة في هذا الوقت ليس أمرا سهلا من الانقسام السياسي إلى شائحة كورونا وإلى الخصوم الكثيرين في الخارج وهم جديون لكن أيضا هناك ما يكفي لنحافظ على الأمل ويأتي افتتاح السنة التشريعية الجديدة في أمريكا قبل أيام فقط من اجتماع مرتقب للغرفتين للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية انتخابات ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراها غير شرعية وشابتها عمليات تزوير كبيرة أمام الكونغرس الأمريكي الجديد بغرفته تحديات كثيرة على رأسها كيفية إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى وضعه الطبيعي بعد أشهر من التأثر بفيروس كورونا ولكن ذلك لن يمنع من الاستمرار في الجدل بشأن نتائج الانتخابات الآخرة والتي يعارضها عدد من الجمهوريين الذين عازموا على نقل معارضتهم لها إلى جلسة السادس من يناير القادمة في الكونغرس خريب طويلة الحرة واشنطن نددت الولايات المتحدة بقرار إيران تخصيب اليرانيون بنسبة 20% وصفة الخطوة بأنها ابتزاز نووي كما أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة الحرة أن الولايات المتحدة تتعقب تقارير تشير إلى احتجاز النظام الإيراني ناقلة ترفع عالم جمهورية كوريا الجنوبية قال المتحدث أن النظام الإيراني واصل تهديد حقوق وحريات الملاحة في الخليج في محاولة لابتزاز المجتمع الدولي للتخفيف من ضغط العقوبات داعيا إيران للإفراج عن الناقلة فورا من واشنطن ينضم إلينا مراسل الحرة في الخارجية الأمريكية ميشيل غندور ميشيل إلى أي مدى ممكن أن يتطور هذا التوتر الذي أصبح معلوما يعني في الأيام الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة لا أحد يعلم أن يمكن أن يصل هذا التوتر ولكن الإدارة الأمريكية بكل وكالاتها مستعدة لأي تطور يحصل مع الإيرانيين ومن هنا يأتي هذا الموقف الذي ذكرته قبل قليل حول اختطاف أو حول احتجاز إيران لناقلة نفط كورية جنوبية وحول زيادة تخصيبها لليورانيوم جاءت هذه المواقف متقنية يعني متأنية في التوقيت وأخذت وقتا من قبل الخارجية الأمريكية للتعليق لهذه الأحداث التي جرت اليوم وبالتالي تؤكد الخارجية الأمريكية أن ما قامت به إيران عبر احتجاز هذه الناقلة الكورية هي محاولة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل تخفيف الضغوط والعقوبات الأمريكية على إيران ودعت إلى جانب كوريا الجنوبية دعت النظام الإيراني إلى إطلاق هذه الناقلة التي تم احتجازها أما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم فذكر متحدثهم باسم الخارجية الأمريكية للحرة أن هذا الأمر يأتي أيضا من ضمن الابتزاز النووي الإيراني وذلك عبر ابتزاز المجتمع الدولي وبالتالي فأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيراجعان وسيناقشان ما قامت به إيران خلال الساعات والأيام الماضية من زيادة عملية التخصيب وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الابتزاز النووي لن يدفع عن التعليق على أهمية إشراف المراقبين الدوليين على عمل المنشآت النووية في إيران وتقرير ما يحصل هناك إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي شيل غندور شكرا على هذه التفاصيل والمعلومات تتزايد المخاوف من مواجهة وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران قبل خروج ترامب من البيت الأبيض في العشرين من يناير المقبل هذه المخاوف يعززها توسيع الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الخليج لا سيما قرار البنتاجون الأخير إبقاء حملة الطائرات يؤس أس في الشرق الأوسط في أقل من أسبوع غير القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر قراره بإعادة حاملة الطائرات يؤس أس نيمتس إلى الولايات المتحدة وفضل إبقاءها في منطقة الشرق الأوسط في دوء ما قال إنها تهديدات إيرانية متواصلة قرار يأتي مع تزايد المخاوف من عمل عسكري خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب إنها خطوة جيدة وحكيمة ولا أعتقد أنها بالضرورة تعني هجوما وشيكا مخططا له الشيء الجيد في قرار إبعادها وإعادتها هو دحض الدعاءات من يحاجج بأن الولايات المتحدة تحضر هجوما وإظهار أن ما نرى هو تموضع للردع وليس للهجوم واجابت حاملة الطائرات نيمتس مع سفن حربية أخرى مياها المنطقة منذ نوفمبر الماضي لتوفير غطاء جوي للقوات الأمريكية المنسحبة من العراق وأفغانستان والصومال وتعد نيمتس من أطخم السفن الحربية في العالم وهي عبارة عن مطار عائم وتحمل منظومة دفاع صاروخية هي حاملة طائرات بطاقة نووية تستطيع أن تبقى في البحر إلى أن ينفذ دعام الطاقم أي لا تحتاج للتزود بالوقود ومزودة بمدمرة لصواريخ الموجهة وتستطيع الإبحار بسرعة من المحيط الهندي مثلا كالهجوم الأول على أفغانستان في 2001 ونفذت بعض الهجمات في العراق والأهم تزعزع الحسابات الاستراتيجية للدفاع الجوي الإيراني وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي دخول الغواصة يو اس اس جورجيا برفقة سافنتين حربيتين أخرين مياه الخليج العربي فيما قامت قاضفات من طراز بي فيفتيتو بالتحليق ثلاث مرات فوق المنطقة فيما وصفت بأنها رسالة ردع لإيران في وقت تتصاعد فيه حدة التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران تتزايد أيضا المخاوف من خطوات عسكرية من أي من الجانبين في فترة الانتقال السياسي التي تعيشها واشنطن ما يعقد الأمور أمام إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في التعامل مع الملف الإيراني من البنتاجون وفا إجباعي الحرة وكما أوضحت الزميلة وفاء في هذا التقرير فأكدت وزارة الدفاع الأمريكية نياتها الإبقاء على حاملة الطائرات في الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية يو اس اس نيميت هو اسم طراز من حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة وهي من أطخم السفن الحربية في العالم وتملك الولايات المتحدة 12 حاملة الطائرات من هذا الطراز تعتبر الحاملات من نوع نيميت مطارا عائما قادرا على إطلاق ما يصل إلى أربع طائرات في الدقيقة وتحمل نيميت سبعة أنواع مختلفة من الطائرات بمجموعة أكثر من ثمانين طائرة تعد الحاملات من طراز نيميت حجر الزاوية في الوجود البحري الأمريكي العالمي لردع الهجمات والاستجابة أيضا للأزمات والقتال وتستخدم في شن الضربات ودعم المعارك البرية وفرض حصار بحري أو جوي تم تحديث الحاملة عدة مرات منذ تدشينها عام 75 وكان آخرها عام 2020 وشركت في عدد من الحاملات العسكرية الأمريكية حول العالم وتم توجيهها لدعم جهود الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب حصريا منذ حرب العراق عام 2003 ومن نيويورك انضم إلينا عبر شبكة سكايب أستاذ القيادة البحرية والقانون البحري الدولي في جامعة فوردم لورنس برينن أستاذ لورنس إلى مدى برأيك هذا التطور العسكري الميداني ممكن أن ينذر بمعركة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة هناك تاريخ طويل من المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة ولكنها لم تنفجر الاحتمال الآن أن تخرج الأمور عن السيطرة هذا الاحتمال أكبر مما كان عليه لأسباب جيو سياسية إيران تدفع باتجاه امتلاك سلاح نووي وهناك إعلان عن زيادة التخصيب إلى 20% وهذا سيسبب مشاكل أيضا هناك تغير في الإدارة وهناك قضايا داخلية في إيران هناك مشاكل في مضيق هورموز والسفينة الكورية لم تبتعد كثيرا عن مصارها ولكن نيميتس حاملة الطائرات موجودة هناك منذ مدة طويلة وحتى طائرات الهليوكابتر التي انطلقت لإنقاذ الرهائن عام 80 انطلقت من علامات حاملة الطائرات هذه ولكن كانت هناك مواجهات مباشرة أو لم تكن هناك مواجهات مباشرة عدى خلال حرب الناقلات بين إيران والعراق وكانت هناك هجمات حدثت بعدها هذا لا يعني أنه لن تكون هناك أحداث في المستقبل المنظور الخطأ يمكن أن يحدث بسهولة طالما تحدثت أستاذ لورنس عن تغيير الإدارات في المتحدة إلى مدى برأيك ممكن أن يأخذ ترامب قرار بمعركة عسكرية وإلى مدى لديه هذه الصلاحيات خلصونا نعلم بأن بايدن على بعد أيام من وصوله إلى البيت الأبيض الرئيس لديه الصلاحية كقائد أعلى للقوات المسلحة حتى نهاية ولاياته ظهرت يوم العشرين من يناير هذا يشبه ما حدث قبل أربعين عاما عندما أطلقت إيران سراح الرهائن وتم نقلهم إلى أوروبا في الواقع حدث هذا خلال انتقال السلطة من الرئيس كارتر إلى الرئيس ريغان الرئيس لديه الصلاحية للدفاع عن القوات الأمريكية وقدرة هذه الإدارة على اتخاذ إجراء هذه القدرة تبقى موجودة لحين وصول الرئيس الجديد إلى منصبه وعندها تكون الأمور مسؤوليته هو ولكن في ربيع من العام 2020 أي العام الماضي الكونغرس الأمريكي قرر قانونا للحد من سلطات ترامب في شن حرب على إيران فكيف ممكن أن يقرر ترامب أو يأخذ هذا القرار من دون رجوع إلى الكونغرس الآن لم يكن هناك إعلان حرب قام به رئيس أمريكي منذ الأربعينيات الرئيس وكل قائد أمريكي في الجيش والبحرية يتحمل واجب الدفاع لو قامت إيران بإجراء غير حصيف وهاجمت مواقع أمريكية فتلك القوات والرئيس والضباط ما بين القوات والرئيس وقادة الوحدات البحرية عليهم مسؤولية الانخراط في أعمال دفاعية الرئيس ليس له يد مطلقة في الهجوم والرئيس كما تعرف منذ عام قبل 13 شهرا كان حصيفا عندما ألغى محاولة أو هجوم مخطط له على القوات الإيرانية لأنه أعتقد أن مخاطر الوفيات والإصابات أكبر هذا من الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني هناك تصريحات إيرانية كثيفة هناك تهديدات إلى أي مدى برأيك تقف هذه التصريحات عند حد التصريحات من دون أن يكون هناك أي إجراءات فعلية على الأرض منذ 1986 إيران سيطرت على سفن محايدة في مضيق هرموز بما في ذلك سفينة أمريكية وكل هذا تحت أعذار قانونية مثل هذه الحالة تلوث من النفط من حاملة النفط هذه محاولة من جانب إيران لتشجيع كوريا على نقل حوالي 7 مليارات دولار أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية وإذا كان هناك أعمال عنيفة أووفيات وإصابات فهذا يغير قواعد اللعبة أيضا إيران تريد أن تكون في موقع قوة عالمية وتتخذ واتخاذ خطوات لا تشجع على التعايش السلمي يضر مكانة إيران في العالم لا أحد يريد قوة نووية تتصرف بطريقة متهورة وبشكل متكرر ولا تحترم التزاماتها إذا أرادت إيران أن تولد الطاقة النووية لأغراض سلمية فهناك مصار لتحقيق ذلك ولكن ليس هذا هو المصار نعم أستاذ لورنس برانن أستاذ القيادة البحرية والقانون البحري الدولي في جامعة فوردم شكرا جزيلا على هذه المقابلة ترجمة نانسي قنقر نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه رسمية للأنباء عن علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله إن إيران استأنفت تخصيبة اليورانيون بنسبة 20% في منشأة فرد النووية تحت الأرض وعلى الرغم من أن التخصيبة بنسبة 20% هي خطوة فنية قصيرة للابتعاد عن مستويات الأسلحة النووية التي تتطلب تخصيبا بنسبة 90% إلا أن هذا الأمر يشكل بداية عودة إلى سياسة حافة الهوية وفق المراقبين ويفتح الباب أيضا أمام سيناريوهات أكثر تعقيدا ستواجهها إيران جراء هذا التصعيد بدأت طهران إجراءات استئناف تخصيب اليورانيون بنسبة 20% وهي النسبة التي قد تفضي وفق خبراء إلى صنع قنبلة نووية ولعل انشغال العالم بالحديث عن ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وترقب اجتعال فتيل حرب بين طهران وواشنطن جعله يتغافل عن هذا الحدث الذي لوحت طهران غير مرة بتنفيذه ولسيما بعد اغتيال رئيس برنامجها النووي العسكري محسن فخريزادة في نوفمبر الماضي حيث أقر البرلمان قانونا يطالب إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بحلول أوائل فبراير عام 2021 الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد كشفت السبت الماضي أن إبلغتها فعلا أنها تعتزم إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وهو معدل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرمي بين طهران والدول الكبرى بما لا يتجاوز أربعة ونصف في المئة إقدام إيران على هذه الخطوة حمل في ثناياه العديد من التساؤلات التي ينطوي بعضها على مدى جدية طهران في المضي كدما ببرنامجها النووي أو استخدامها بشكل مؤقت ومن ثم التخلي عنها كامتياز في المستقبل القريب صحيفة جيروزالين بوست الإسرائيلية قالت إن إعلان طهران ربع التخصيب يشكل خطة للضغط على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للوصول إلى صفقة نووية أكثر ملاءمة بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق عام 2018 وعلى الإثر بدأت إسرائيل تتحدث بصوت أعلى وأكثر جدية حول توجيه ضربة استباقية لمنشآت إيران النووية أما بالنسبة لإيران فيرى مراقبون أنها تعمل على تهيئة المرحلة المقبلة حتى تستأنف المفاوضات وهي في موضع قوة خصوصا بعد سياسة العقوبات القصوى التي فرضتها إدارة ترامب فهل يشهد العام الحالي حربا حاولت إيران درأها على مدى أعوام خلت رغم تكسيف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة أم يكون عام العودة مجددا إلى الاتفاق النووي الذي انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن انسحاب واشنطن منه أكدت مصادر أمريكية عن توقيع اتفاق ينهي الأزمة الخليجية بين المملكة العربية السعودية وقطر الثلاثاء سيحضره مسشار رئيس الأمريكي جايد كوشنر مشيرة إلى الدور الذي لعبته واشنطن والكويت في انهاء الأزمة في ظل إعلان الكويت عن إعادة السعودية لفتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية وذلك عشية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في المملكة بمشاركة أمير قطر حدود أضحت مفتوحة بين الفرقاء الأشقاء والعام الجديد حمل انفراجا بلا حدود بين المملكة العربية السعودية وقطر والأزمة الخليجية التي خلقت وخلفت انقساما عميقا بين حلفاء الولايات المتحدة منذ العام 2017 أضحت من ملفات الماضي بجهود أمريكية حيث لعب مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كواشنر دورا بارزا في حل الخلاف وساعد في التفاوض على الاتفاق فضلا عن الجهود الكويتية والتي نجحت معا في إنهاء أزمة الحلفاء فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية التي تم إغلاقها منتصف عام 2017 عندما فرضت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين حصارا على الدولة الخليجية الصغيرة لاتهامها بدعم جماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة وإقامة علاقات قوية مع إيران تحررت أخيرا في مطلع هذا العام الجديد وأحررت البلاد من عبء الحصار وتداعيته وفتحت الأجواء أمام أمير قطر لحضور قمة قادة الخليج التي ستعقد بالسعودية واهترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء والذي أكد فيه الديوان القطري أن أمير قطر سيرأس وفد بلاده إلى القمة أعلان فتح الحدود بين قطر والسعودية أواخر عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعث برسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية للرئيس ترامب نجحت في حل النزاعات حتى في آخر أيام حكمها وأن زعماء قطر والسعودية اختاروا تجاوز الخلافات وتوحيد الصف في مواجهة التحديات المتلحقة التي تشهدها المنطقة بقيادة روب فلاهيرتي الذي خدم كمدير رقمي للحملة الانتقابية والذي يعمل حاليا مديرا للفريق الانتقالي أعلن رئيس المنتخب جو بايدن عن أعضاء فريقه الرقمي الذي سيعمل على ربط البيت الأبيض بالشعب الأمريكي بطرق جديدة ومبتكرة تكفي مراجعة سريعة لمواقع حملتين رئيسين المنتخب بايدن والحالي ترامب لتكشف جبهة مواجهة لم تستكن رغم انتهاء الانتخابات إذ لا تزال حملة بايدن تطلق الدعايات الانتخابية بشأن السياسات التي سيتبنها الرئيس المنتخب بعد توليه مهامه هذا الشهر فيما أضحت منصات حملة ترامب والصفحات الحكومية الرسمية الخاضعة لعهدته ميدان حربه المعلنة على انتخابات نوفمبر التي يقول إن نتائجها زورت لصالح غريمه الديمقراطي وقد بدى وكأن دور الحسابات الرسمية يقتصر على إعادة تغريد ما بثه ترامب عبر حسابه الشخصي بشأن مزاعم التزوير تلك غير أن هذه الصفحات الحكومية ستشهد بدورها عملية انتقال للسلطة في العشرين من يناير فقد قرر تويتر في خطوة غير مسبوقة أن يصفر جميع الحسابات الحكومية ليس فقط من عشرات آلاف التغريدات التي نشرها فريق ترامب وإنما أيضا من ملايين المتابعين قبل تسليمها إلى فريق بايدن الرقمي ورغم اعتراض فريق بايدن الذي يرى في القرار انتكاسة لجهوده بمد جسور التواصل خارج حلقة الأنصار والمؤيدين فإن البعض علل قرار عملاق التواصل بمحاولة لاحتواء خطاب الكراهية ضد بايدن من الملايين من أنصار ترامب الذين يتابعون هذه الحسابات وقد يكون من المبكر الحكم بشأن صوابية القرار ولكنه حتما يعكس الأهمية التي اكتسبها الفضاء الافتراضي كمساحة للتلاقي والتواصل السياسي في العقد الأخير ولعل كشف بايدن عن فريق رقمي من 12 شخصا قبل أسبوع سيتولى تطوير استراتيجية لإشراك الأمريكيين خارج دوائر الأنصار يعد دليلا على الاهتمام الذي يليه للمنابر الاجتماعية خاصة بعد عهدة ترامب التي باتت خلالها تلك المنصات مساحة للانخراط المباشر مع الناخب انخراط يتجاوز بل ويحجم ربما دور المنافذ الأعلامية التقليدية إضافة إلى ما سيجيب على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من التعامل معه داخل الولايات المتحدة من انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة تقع أمام بايدن مهمة إعادة رسم العلاقات الخارجية لبلاده ومواجهة التحديات فلنتعرف على أبردها بغض النظر عن السياسة التي سينتهجها الرئيس المنتخب جو بايدن تجاه الصين إلا أن بدوره سيجد نفسه مضطرا للتعامل مع خرقات الشركات الصينية للقوانين التجارية إضافة إلى مواجهة امتداد النفوذ الإيراني ومطامع الصين التجارية المتصاعدة على المدى الطويل ويجب على واشنطن الرد على الاستفزازات الروسية على المدى القريب يتوقع أن يتخذ بايدن موقفا أكثر تشددا من ترامب ضد روسيا ومن المرجح أن يواصل الرئيس المنتخب جو بايدن من سياسات ترامب بما في ذلك العقوبات على تدخل روسي في أوكرانيا وسوريا بايدن صرح خلال حملات الانتخابية أنه لن يتفاوض مع كوريا الشمالية حتى تدمير برنامجها النووي وبما أن هذا الأمر لن يحدث في ظل وجود نظام كيم يونغ أون فهذا يعني أننا سنشهد في السنوات المقبلة استمرار كوريا الشمالية في القيام بتجاربها النووية ولتصعيد مع جيرانها وخلق جو مشحون من التوتر والتهديدات وسيتعين على إدارة بايدن أيضا التعامل مع قضية الوجود العسكري الأمريكي في كل من أفغانستان والعراق ويعتبر مراقبون أن ترامب قدم هدية لا تصدق إلى فريق بايدن عندما أمر بسحب القوات وعليه فإن إدارة ترامب ستتحمل كل اللوم إذا صارت الأمور في تجاه خاطئ وأفادت أيضا بعض الصحف الأمريكية أن بايدن سيعمل على إبطاء عملية الانسحاب الكامل من هذين البلدين ويعتبر هذا الملف من أكبر التحديات للرئيس بايدن فإذا عاد للاتفاقية التي وقعها أوباما مع إيران فسيعتبر انهزاما للولايات المتحدة لأن الاتفاقية تخدم فعليا مصالح إيران ولا تطمن وضع حد لبرنامج إيران النووي فيما سيعتبر الحفاظ على الوضع الحالي فشلا أيضا لأنه لا يحفز إيران للتخلي عن برنامجها النووي كما يحرم الولايات المتحدة من الاستفادة من العلاقات التجارية والاستراتيجية مع إيران تاريخا المجال للصين وروسيا التي تنتهزان هذا الفراغ من غير المتوقع أن تقوم إدارة بايدن بعكس أي من قرارات ترامب بشأن تطبيع الدول العربية مع إسرائيل مثلا كما أنها لن تقوم بالتراجع عن أي قرار اتخذه ترامب لمصطحة إسرائيل جانب الوضع بايدن بعض نظرهم والتخلي عن حيث أن نتحدث نظر من حالي ونقام إسرائيل هذا يجب أن نقوم بسكرا لأننا ستشغل على حالي نحن في تلك العمل بايدن بعضنا إلى دفع المقبل نحن نقوم بسكرا نحن 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 بالاستفادة من خلال نحن 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 نشأل نحن نشأل نحن نشأل نظر وفينا نحن 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 نشأل هذا هو قوة أمريكية أمريكية لكن الآن هناك مرحلة جديدة سنجد أن نتعرف المؤكسة والمؤكسة من العالم الذي بدأت أن نجد طريقة لتعمل حولنا أو تعمل من نفسنا انطلقت في الولايات المتحدة اليوم مرحلة جديدة من حملة التطعيم ضد جائحة كورونا حيث بدأ المواطن بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح ها هي الممرضة الأمريكية ساندرا لينتسي التي كانت أول من طلق لقاح فايزر بيونتك ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي تتلقى جرعة الثانية من اللقاح في المكان ذاته في لونغ آيلاند جوش ميديكل سنتر في نيويورك مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنثني فاوتشي كان قد أكد قبل أيام أن على الأمريكيين تلقي اللقاح وفق ما أوصت به التجارب السريرية أي أن تكون الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الأولى في حالة لقاح فايزر بيونتك وأربعة أسابيع في حالة لقاح موديرنا فاوتشي الذي أشار إلى أنه لا يتفق مع نهج المملكة المتحدة بتأجيل الجرعة الثانية لاثني عشر أسبوعا كانت له تصريحات جديدة مطلع الأسبوع حول تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي تخطت العشرين مليون وستمائة ألف إصابة مع تسجيل أكثر من ثلاثمائة وواحد وخمسين ألف حالة وفات حيث قال إنه لم يكن يتوقع أن تصل وفيات كورونا إلى هذه المستويات فاوتشي أوضح أن السفر خلال فترة الإجازات تسبب بشكل كبير في تفاقم سرعة تفشي الفيروس هذا وتسجل الولايات المتحدة أكثر من مئتي ألف إصابة يوميا بالفيروس وما يزيد على ألفين وستمائة حالة وفات وفقا لبيانات جامعة جونس هوبكنز وعلى الرغم من تسجيل أعلى معدلات الوفيات والإصابات في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة إلا أن حركة السفر الجوي نشطت بشكل لافت خلال موسم الأعيات وشهد يوم السبت أعلى المعدلات منذ شهر مارس الماضي مع مرور أكثر من مليون ومائة وتسعين ألف شخص عبر نقاط التفتيش في المطارات وفق ما أفادت به تقارير أمريكية رفض القضاء البريطاني طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليون أسانج إلى الولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات ألاف الوثائق السرية المسربة قضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليون أسانج تعود إلى الواجهة من جديد هذه المرة من بوابة القضاء البريطانية حيث رفضت محكمة أولت بيليا الجنائية في لندن طلب تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات ألاف الوثائق السرية المسربة وخلال الجلسة قدم فريق الدفاع الخاص بأسانج حجته الختمية إلى المحكمة معتبرا أن هذه الجلسة تقودها دوافع سياسية وأنها تمثل انتهاكا واضحا للمعاهدة البريطانية الأمريكية التي يفترض أن تحكم أي قرار قضائي مرتبط بتسليم أسانج وهي الحجة التي رفضتها القضية فانسيا بارتسير تاركة الباب مفتوحا للاستئناف على قرارها قرار المحكمة أكد أن أسانج تجاوز حد الصحافة الاستقصائية في عمله حين حاولت تجنيد قراصنة خلال مؤتمرات سابقة له عندما شجع الجمهور على الانضمام إلى وكالة المخابرات المركزية لا سرقت المزيد من الوثائق لكن الحجج القانونية التي راعتها القضية البريطانية في قرارها استندت إلى التقارير الطبية التي تشير إلى إصابة أسانج باترابات نفسية عدة من بينها حادثة لمؤسس موقع ويكيليكس حوال خلالها إيذاء نفسه عام 1991 وكذلك سجل عائلة أسانج حيث أقدم فردان من أسرته على الانتحار يذكر أنه في حال تمت إدانة أسانج يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمائة وخمسة وسبعين عاما دخلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا سنة 2021 حاملة برنامجا طموحا ومليئا بالتحديات تسعى من خلاله لتأكيد أنها ستبقى المستكشف الأول للفضاء الخارجي مع إطلالة العام 2021 وعلى الرغم من كل المصاعب والأزمات غير المسبوقة التي عصفت بالعام الفات تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هذه السنة وبالتعاون مع شركة سبيس إكس اطلاق خطتها لإرسال بعثة بشرية إلى القمر خلال ثلاث سنوات واستثمرت ناسا 135 مليون دولار إلى حد الآن في هذه المهمة التي ستتم بواسطة مركبة ستارشيب كما ستعمل ناسا خلال الفترة القادمة على إرسال المركبة الفضائية أوريون لتدور حول القمر وتختبر أنظمتها قبل نهاية السنة الحالية ومن بين خطة وكالة الفضاء الأمريكية كذلك إرسال مسبار للهبوط على سطح المريخ بالإضافة إلى إرسال طائرة مروحية إلى الكوكب الأحمر لاختبار مدى القدرة على طيران في غلافه الجوي الرقيق ومن أبرز المشاريع التي من الممكن أن تحققها الناسا هذه السنة أيضا هو إطلاق تليسكوب جيمس ويب الفضائي الذي طال انتظاره ليحل محل تليسكوب هابل ويأمل العلماء أن يكشف المزيد عن الغلاف الجوي للكواكب الخارجية والكون المبكر وقد تأخر إطلاق تليسكوب لأكثر من 13 سنة هذا بالإضافة إلى إطلاق مهمة لوسي في شهر أكتوبر أو نوفمبر لدراسة ثمانية سخور فضائية تدور حول كوكب المشتري مهمة من المقرر أن تستمر لعقد من الزمن هذا وستواصل ناسا تعاونها مع كل من شركة سبيس إكس وشركة بوينغ في مهام نقل رواد الفضاء التابعين لها إلى محطة الفضاء الدولية مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية من العاصمة لهذه الليلة لكم تذكير في أبرز العنوين عشية انتخابات حاسمة ترامب وبايدن في جورجيا لدعم مرشحي حزبيهما لمجلس الشيوخ واشنطن تندد بتخصيب إيران لليورانيوم وتعتبره ابتزازا نوويا وتطالبها بالإفراج الفوري عن الناقلة الكورية التي احتجزتها صباح اليوم الجهود الأمريكية الكويتية تفضي إلى اتفاق مصالحة بين سعودية وقطر وكبير المستشري البيت الأبيض يحضر القمة الخليجية غدا كانت هذه أخبارنا من العاصمة لهذه الليلة نلقاكم على الأسس ساعة مع موجز لأهم الأنباء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة